اشتماع سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع السيد أندرياس كاركيوس السكرتير الدائم لوزارة خارجية جمهورية قبرص وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في الدورة العشرين لمنتدى حوار المنامة 2024 الذي تصدفه مملكة البحرين في الفترة من السادس وحتى الثامن من ديسمبر الحالي وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص التي تشهد تطورا ونماء في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والدفع بتلك العلاقات نحو مستويات أكثر شمولا بما يخدم المصالح المشتركة كما تم تبادل وجهة النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والمسجدات الراهنة والجهود الهادفة إلى أحلال السلام والاستقرار في المنطقة حضر الاجتماع سعادة سيد أندرياس عليديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين والسيد علي خالد العريفي رئيس مركز المدار بوزارة الخارجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر